ناصر ناصر النهاردة لما ببص على دكة البودلاء وببص على اللعيبة اللي ممكن ينزل يغير الأمور شوية في منتخب مصر لأن احنا كنا عندنا مشكلة مش بسيطة في عملية الترانزيشن أو التحول وعملية الربط ما بين خط الوسط والخط الأمامي وده اللي خلى شكلنا واحش جداً الشوط الأول بسيط لقيت إن أنسى بحد ممكن يعمل ده بعد إمام عشور إنه بعدي اتنين اللعيبة بول كارير بيقدروا يمسكوا الكرة بشكل جيد يقدروا يحطوا الكرة تحت رجلهم ويقطع عشرين وثلاثين متر بشكل جيد لعيب عنده فيجين إنه يقدر يعمل الباص يقدر يتحرك يقدر يشوف اللعيبة اللي بتربط معاه وفي نفس التوقيت ده هو عمل اللي أنا كان نفسي إن حد ينزل يعمله ناصر ماهر فناصر ماهر النهاردة بمنتهى البساطة حتى لو أنا ما بتكلم بقولش بقى ينزل أساسي ينزل بديل ناصر لا لعيب كوالتي منتخب كوالتي منتخب بمنتهى البساطة التاني ما بتكلمش يلعب أساسي ولا يلعب بديل لكن أنا وانا بختار قايب ما فيها تلاتة وعشرين ولا خمسة وعشرين لازم يمعندي لعيب عنده حلوط زي ناصر الدور ده كنا بنتكلم عليه في أفشة في بعض الأحيان عنده حلوط زي ناصر خاصة إنه هو الفترة اللي فاتت بيلعبها في الزمالك قوي في التشانيل التانية اللي ما بين الباكيليمين وقلب يدفعنا حيتيليمين الممر ده بيجيد فيه جدا نهاردة مش وليدي الصدفة بيجيد فيه جدا مع نادي الزمالك بتري من على الطرف وبعدين يدخل إنسايد الربط اللي حصل بعد نزول إماما كنت محتاج واحد معاك كمان لأن إماما بعد كام كورة بتريت مسك فكنت محتاج واحد معاك كمان يزود ده عملها بشكل عظيم بص يا كريم ده أول فريم بص اللعيب اللي نازل يطلب الكورة عشان بس الكادر بعيد اللعيب اللي نازل يطلب الكورة أو اللي يجيله كورة دلوقتي الكورة راحة في مصارها ده ناصر هو نزل طلب الكورة في الفريم اللي قبله معلش ترجع سريعا إمام عشور جاي من هنا كريم جاي من اللي تشانل اللي يجري فيها ناصر فدخول إمام إنسايد فضى المسافة اللي ناصر محتاجها اللي هي في المواجهة تماما لناصر ماهر استلام ناصر للكورة الدريبليل إنه الناس دايما كان بتعيب على ناصر الفيزيك أو القدرة البدنية الراجل شده ما وقعش كمل حط كورة لأنه نازل نازل عنده نفس نازل عمل بنتريشن حط كورة تحت رجله الراجل خاف يعمل معاه مخالفة راح لما لقى نفسه هيوقع خلاص ومش قادر الكنترول راح تطل محمد صراحي الكلام ده إمتى كريم في الديئة سبعة وتسعين وهنا يبهيلك تلعب خارج الأرض في ملعب صعب الأمور جوه المباراة مش أحسن شيء وتنزل اللعيب بيعنده القدرة وعنده الشخصية إنه يحط الكورة تحت رجله بالشكل ده ويعمل البنتريشن في المكان اللي إحنا كلنا ما بين الشوطين كنا عايزين حد ينزل في الحتة دي يشتغل للشغل ده فنزل عملها لموزك اتحرك نزل طلب الكورة عمل الدوران اتشد بعدها وما وقعشي كمل تاني لحد ما اتشد المرة التانية بالمناسبة اللي لو ويع فيها كتراك للجزاء مليون في المية اتشد المرة التانية لكنه كمل وراح راجع حطتها لصلاح منتهى لسهولة لو حطها بشمالهم مش بيمينو بتهاية لك تتبقى جوم مليون في المية في النهاية نقدر تصنع اخطر فرصة للمنتخب في المباراة بعد نزولي 3-4 دقايق كريدت يتحط الناصر ومليون في المية كابتن حسام حسن هنحطه في حساباته لفترة الآن